لما الدولة تكون غايبة والمواطني يضطر يشتغل شغلة ولما نتفوق على شعوب العالم الأول بالاعتماد على الذات ولما اللبناني خاف يصير فيه مثل أوروبا شفتوا ليه مع العقيد؟ مراحب بما أن الكورونا أخذ وقته والزهق عم بزيد والعالم دق خلقه وهلكونا على السوشيال ميديا شي عد كم حب كيلو العدس شي بلاش يحكي مع حاله شي تخانق مع أهله رجعت صالح رجعت خانق وتصالح رجعت خانق وتصالح وتخانق وتصالح المهم ليش ما بتستثمروا وقتكم بالبحث والمعرفة؟ ببساطة عشان نحن لبناني شو يعني لبناني؟ أنا مثلا استثمرت وقتي بهالبحث تحديدا وطبيعة خلابة تجمع ما بين البحار والسهولي والوديان والجبال الحمص لبناني والتبولي كمان ملأكديني الحامض ليمون الفالانسيا والراجعة ومش هيني تكون لبناني كلمة لبناني لغويا تعني ببساطة شخص بيو لبناني إذا أمه لبنانية ما بيهمنا ده زلي مع الوقت تحولت كلمة لبناني لصفة مش كثير رح تفرق بالنسبة للعالم العربي ودول العالم الثالث كلنا بالهوى سوا بس أوقات موقعك الجغرافي بيخليك فوق كل لبنانيتك بعدك محل طمع طمع بشو؟ بكتير إشياء كل العالم بيعرفها مع عدد طبقات السياسية باللبنان من الستينات لليوم مرتح لبنان من الأزمات فصار عندنا مناعة على الأزمات وبعد الحرب الأهلية والحروب مع العدو الإسرائيلي من الاشتياح لتحرير الألفان من بعد حرب تموز وبيناتهم الإختيالات والميني حرب أهلية اللي صارت تحول المجتمع اللبناني لمجتمع حربي لا بل لغرفة عمليات حربية وصار جاهز لحرب إقليمية واحذروا شو؟ فتنا فعلا بالحرب الإقليمية الحرب بسوريا ودخولنا فيها والتفجيرات ومحاربة داعش حرب العراق ثورات الربيع العربي كلها بتصور؟ صار فينا نعتبر الشعب اللبناني أفنجرز أولا عشان الشعب اللبناني قدر يتحمل كل التبعات الاجتماعية والاقتصادية وتانيا والأهم أنه المواطن بكل هيد الظروف كان متحمل مسؤولية نفسه بنفسه بدون دولة واقفة حده أنا باعتقد أنه فيه هناك قرارات جد صعبة مفروض أنه تاخدها الحكومة حتى تبدأ بأن تعود إلى السنتيمتر الأولاني من استعادة الثقة بالبلد عن أي ثقة تتحدثون؟ الموضوع أنه ما في ثقة من أجزاء كلمة ميشيل عون الرئيس اللبناني لشعبه وقال أنه الشعب فقط ثقته بدولته ويجب العمل على ترميم هذه الثقة وأشاد على أن الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة هلأ هني بيعرفوا أنه نحنا عم نكذب على اليوم بالعجل ونحنا بنعرف أنه هني بيعرفوا أنه نكذب على اليوم بقى ما في مشكلة بلاسات هالحقية مهنا عم نخترع شي جديد هيدا الكلام الصحيح الشعب متعايش مع قلة الثقة بالدولة اللبنانية مع أنه الحكومات عم بتنال سئة سئة مين؟ سئة البرلماناتي اللي بتدعي أنه أخذ سئة الشعب من وراء الانتخابات اللي الشعب بأغلبيته ما موافق لا على القانون الانتخابة ولا على الطائفية السياسية وبكذا مناسبة رفع صوته ضد الطبقة الحاكمة موسيقى الشعب مريد أسفاد النظام صورة 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 الشعب تتصورة موسيقى موسيقى ممننكر أنه في جزء محرز من الشعب اندمج غصب عنه باللعب السياسية مش عشان مغروم بالزعمة نو نو إنما عشان الزعمة مهددينه بلقمته قصدي واهمينه أنه ما في عيش بلاهم وجزء تاني من الشعب طاقته أكبر قرر يرفض الأمر الواقع وبالحالتين وبكل الظروف الشعب ماشي حاله كل عمره بلبنان المجتمع أسرع وأكبر من الدولة واليوم والليلي بالذات رح بيسبتوا اللبنانيين أنه إرادة الحياة وكسر الوباء أقوى مثل وشهد شاهدهم من أهله هيدا اعتراف من مرسيل غانم صديق الحكومات من زمان بس هذه المسألة بإساءة السمعة للأم تفي وللتلفزيونات وللإعلاميين هيا مرفوضة بيقضي تشكيك بالناس وبيقضي تشويه السمعات للناس وخاصة للأعلميين بدك تضلت عايت علينا؟ شو بدي أعبلك إذا هيدا هي الحقيقة؟ هون إستاذ مارسال نيحق إستاذ مارسال صح؟ هون إستاذ مارسال كان عم يحكي الصح المجتمع الحرب اللي عنده هيك طبقة سياسية دايما عامل حسابه للأسوأ ودايما عنده بديل الموازين كلها مقلوبة مثلا عنا وزير خارجي سابق أقوى من رئيس جمهورية عنا مافيات ميه مولدات كهرباء أقوى من الدولة عنا حزب أقوى من الجيش اللبناني وعنا الجيش بيقوم بدوره وبشغلوه قوى أمن وشرطة بأوقات فراغه وصلت إنه ينزلوه على الشارع عشان كورونا يعطي ألف عافي أكيد بس شو بدنا نقول بركي عاملين كات باجت بركي مستكترين عليكم معاشكن عم بيعبولكن دوام بركي مثلا منعملكون صندوق مثل صندوق المهجرين أو صندوق مجلس الجنوب هيك بتصيروا أقوى من الدولة أو منحولكن لانجي او بيصير يوصلكون تبرعات وبتزيد إمكانياتكن بما إنه منظمات المجتمع المدني أقوى من الدولة بالإمكانيات فتحوا بانك لأي ما بتفتحوا بانك بتصيروا هيك أقوى من أقوى واحد بالدولة أكد وزير المالية غازي وزني رفضه لقرار المصارف بالأقفال بما أنه القطاع المصرفي قطاع حيوي وأساسي بحياة الناس اليومية أضاف وزني أنه من الممكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة اللي أكد عليها مجلس الوزراء لتلبية حاجات الناس به الظروف الصعبة والدقيقة اللي عام نعيشها بلبنان كل فريق سياسي دولة كل رجل أعمال غناء دولة ممكن موظف دولة بلبنان يصير دولة وختم الحريري بالقول إن لدى الحاكم حصانة ولا أحد يستطيع عزله بعدني مفهمت ليش الشعب اللبناني ما عنده ثقة بالدولة معقول عنده مشكلة يحدد من هي الدولة إنه هلقد مش ملاحظ وجوده طب هالدرايب مين عم يفرضها هالمصاري مين عم يسرقها شو؟ حسيتوا بوجود الدولة هلأ؟ قضية التفاهمات الرئاسية وعمليا أصبح واضحا بأن الساج جبران باسيل وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة كان دائما يعني يضع العرقيل في كل شيء وكان يريد أن يضع خاتمه في كل شيء الحكومات برئاس حكم الحريري كانت هي لإفقار لبنان وليشل المؤسسات الوطنية لوضع اليد عليها هايج الخطة انتهت أنا نعم مقاتل شرس لدفاع الحريرية السياسية في وجه كل من توهم أنه يمكن أن يزيل الحريرية السياسية هناك تراكم تراكم تدهور الأوضاع الاقتصادية وطبعا هناك الغياب المتنامي والفاضح للدولة على حساب منظومة أقوى من الدولة لا لا ما تفوتوني بخبرية مين اشتغلوا مين سرقوا مين عندوا ملفات ومين كناوي بس ما خلوه يدي مصدقينكم فيها كلكن ما حدا بيكذب نحنا الغلط نحنا عنا تراست إيشوس انتوا ما بتتعيبوا أصلا مين عندوا الجراء ينتقدكن شو نحنا أسكى من مين كل الأطراف السياسية في لبنان قدروا بالمصاري والنفوذ والقوة يجمعوا قاعدة شعبية يعملوا لبنانون الصغير ويخونوا كل حدا بينتقدن أو بنائشن اللي بنكته هون هلأ خصوصي هلأ برزت بالثورة هذه الثورة أنا مش قادر مش عم تمروا عندي عم ينطال بهالنكة اللي عم يعملون زعران الثورة صدقني ما في كلمة بيقولوها إلا ما بيكلوا عليها حكم قد حزن لأنه ملقطين بقرطة بلأ أخلاق ما عندهم سقافة بيجوجلوا وبيستفرغوا بس بلأ أخلاق يعني إذا فلت سوري على التعبير مجموعة خنزير بوسط مدينة ما بيوصخوا قد ما أنك تفلوت اثنين أو ثلاثة من هود الناشطين بالشارع يحكوا هنكة البذيئة ما دام ثورة ثورة هي بدي تغير شعب ووطن منبنت منزل النار وبننزل على السمه الحركات والجنون اللي عم يعملون أكيد هوا مش طبيعيين يعني لو نحنا في دولة محترمة ولو بعز الفوضى بيسحبوهم بننايون بحققوا معهم فهمتوا قد صعب تكون لبناني؟ مش كرمال مضطر تغطي الشمس بفيش بينك لا كرمال مضطر تكون همزة وصل الشرق الغرب يعني ما ليه نحنا بلد قد النقطة على الخريطة مش قادرين نساع الشرق والغرب العلم الأمريكي رفع في طل أبيض وحركة في بيروت ليرفع مكانه العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة ولك ولا علم للبنان أكيد هاششين خرق بـ 17-20 وسمعنا النشيد اللبناني عم يتغنى من جديد إذا اللحن تبعنا واللي بيّن أنه اللحن المغربي نعمل بالـ 21-24 ونحلت جمهورية الريف دولة الريف بالـ 26 ونحنا نعمل بالـ 27 يعني نحنا إخدينه من الفلسون المغربية حتى هيدا مسروق وحكينا عنه بالتفصيل بحلقة سابقة بعيد عن الحروب والصراعات الداخلية والخارجية هيدا الحلقة هدية للشعب الجبار عنجد وبدون أي مبالغة نستحق مرة بشار نوقف كلنا دقيق التأدير لحالنا إنه أوكي عنا نسبة تعليم عالية بس في كتير دول فيها نسبة تعليم عالية عنا روابط اجتماعية قوية بس كمان في كتير دول عندها روابط اجتماعية قوية عنا ولاد بيحكوا ثلاث لغات في كتير بلاد فيها ولاد بيحكوا ثلاث واربع لغات لكن ليش عمقول إنه لازم نوقف دقيقة تأدير لحالنا؟ ليش؟ لسبب بسيط إنه بعضنا عايشين آي بها البساطة لأنه قادرين العيش مش مهم إذا عيش كريمة أو مش كريمة بس مجرد إنه عايشين لحالة بده وقفة وزقفة عماني ظهرتي من الكادر صري تحمست ما رح احكي عن الجيل يلي أكبر مني وكيف عاش وشو صار معه رح احكي عن جيلة جيل يلي بعرف منيحكي في ربة وكيف بعده عايش خلصت الحرب الأهلية على الأرض ولو إنه ما خلصت ببعض نفوس ومن وقتها فتنا بالجمهورية الثانية هالجمهورية يلي منحس فيها بس على الحاجز لما نطلع على الهوية أو نحن وعم نطمرمط بالدواية الرسمية إذا عزنا شي معاملة بس حدا بيعرف شو يعني جمهورية يستخدم مصطلح جمهورية بشكل نعام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوى السياسية للدولة على الموافقة التي تكون اسمية للشعب المحكوم من وين بجيب هالمعلومات؟ اسم الله علي مهم فعليا هيدا تعريف الجمهورية بس الواقع بيقول غير هيك مثل ما حكينا الشعب صار على الدولة كلها من تلقاء نفسه وبدون توجيه من حدا وهيدا أكبر دليل إنه الشعب مش ناطر شي من حدا ما بيخلى الأمر من كم عنصر كم متزلف وكم مبيت طبقة السياسية استغربت إنه ولو الشعب اللبناني صار عاجز ونزل مظاهرات طبعا الدولة ما اعتبرت حالة عاجزة عشان ولا مرة كانت مسؤولة عن الشعب لهيك انصدموا نحل مصاره على الشعب وإنه الشعب مقصر تجاه نفسه يعني عندك مسلا 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 هالدعاية حربوق زكي مزوئ بيضلوا متفعي كيف عم تكبوا بجوائي جوكر كريم وشجار واما بيروحوا بينرح وراسوا سلمة استعافة مهمة كتير بالنسبة له بيقتل حالو يعلموا ولاده وبيستفيد عطول من كل الفرص إذا منه متعلم ثلاث لغات بيحمل من كتر ما صار مرق بقشة صار عنده مناعة مش بس مناعة قدرة اللبناني عنده قدرة كتير كبيرة اللبناني قدرته أكبر بكتير من وقت تتسوي هيا اللبناني عم تتخيله شيبانك بالسويد مثلا عم بيقلك السويدي واما كاب بيته بيجي واقف ما بتصير لا لأنه أكيد رح يعتبر المواطن السويدي أنه دولته تخلت عنه عشان بالمنطق بما أنه هو عم يدفع درايبه للدولة هي المسؤولة عنه اللبناني كمان بيدفع درايب بس صار يدفع كأنه عم يدفع صدقة وطبعا الإنسان ما بيطلب شي مقابل الصدقة هل هل هالشي صحي أنه تكبل الإنسان اللبناني يجي واقف أكيد لا بس بشرفكن شو عنده خيار غير أنه يجي واقف معقولي خاطر ولا صمح الله يوقع وينكسر أكيد لا ما عنده أصلا طرف أنه ينكسر لأنه ببساطة ما عنده استشفى وقفات احتجاجية بالجملة كانت أشبه بصراخات استغاثة أطلقتها المستشفيات الخاصة في غير منطقة لبنانية بعدما باتت على شفير كارثة صحية نتيجة النقص في المستلزمات الطبية وأدوية علاج السرطان وغسيل الكلة وبسبب عدم قدرة مستوردي الأدوات الطبية أداء عملهم خليكم بالبيت وتذكروا أنه إذا ما عملتوا كل هالأمور رح نوصل على مطرح نضطر الروح على المستشفى وهنيك ما بيستقبلونا لأنه ما في مطرح لنشوف النص المليان من الكباي لازم نشكر الدولة اللي خلتنا نعتمد على حالنا أكتر من 30 سنة يعني قادرين نقف وش كورونا بس من البيت عشان نحنا شعب حاربو ما من مموت الجوع عشان مخزنين مونة والتجارة عم بيخبوا ويخزنوا ومعودين على الشحار مش رح نموت بلا كهرباء بلا ماي بلا غاز بلا طرقات بلا مواد أولية بلا صناعة بلا تجارة بلا أمن بلا أمان وإلا كنا متنا من 30 سنة مش نعطرين كورونا هاي دي كانت حلقتنا طرونا لأسبوع الجاية بحلقة جديدة اشتركوا في القناة